يهدف الاتفاق بين حكومة أقليم كردستان والحكومة الاتحادية بخصوص قضاء سنجارة والذي تم توقيع عليه قبل عامين إلى إخراج جميع العناصر الأجنبية الدخيلة من القضاء وعلى رأسها عناصر حزب العمال المعارض لأنقارة والذي اتخذ منه معقلا بتواطئ مع ميليشيات عراقية ولائية ومنها حركة حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء ومن أهداف الاتفاق إعادة النازحين حيث يرفض نحو 80% منهم العودة في ظل ظروف القضاء الحالية ويفضلون بدلا من ذلك العيش في المخيمات وفي مدن الإقليم حفاظ على حياتهم وكرامتهم رغم سوء الأحوال ولذلك من أهداف بدء حملة إعمار واسع بتعاون الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم وبدعا من أممي وعلى ما يبدو فالحكومة الاتحادية أعجز من أن تنفذ التزامات هذا الاتفاق خاصة أن جانبا من المشكلة خصة الجارة الشرقية التي تحرص على إبقاء قدم في المنطقة توصلها بالشام وجنوب لبنان ضمن منظور الهلال الشيع الموهوم تنفذ الميليشيات الولائية جانبا الخاص بإيران في تخادم واضح تتجنب طرح حيثياته حكومة طهران وأنقارة فيما بينهما وتتعامى عنه حكومة بغداد وتمارس هذه الجماعات والفصائل الدخيل عنجهية في تعاملها مع الأهالي وتحديا سافرا ووقحا للقوات الاتحادية فضلا عن سلوكها الفضل مع الإقليم متخصصون في الشؤون العسكرية يؤكدون أن إخراج قوات البكك والفصائل الولائية لا يعجز الحكومة ولا جيشها لكنه يحتاج إلى قرار سياسي لقد شهد آيار مايو الماضي اشتباكات بين القوات الاتحادية وعناصر حزب العمال لكنه لسبب ما انتهى بوضع السلاح وانزوح نحو 700 عائلة أخرى خارج القضاء ويرتبط القرار السياسي العراقي بمقدار المتاح من حيز سيادي وذلك لن يتحقق بوجود حكومات واقع سياسية تابعة لهذه الدولة أو تلك وهذه معضيرة المعاضل في العراق الذي وإن دان العالم الاعتداء على سيادته واجد من أبناء البلد من يرفض هذه الإدانة إن معالجة مشكلة شنغال يمكن أن تكون بوابة الحلول لمشكلات عديدة أخرى لعل من أهمها تحقيق الاستقرار في المناطق الرخوة ومناطق الفراغ الأمني لخنق تحركات بقايا ضم داعش الأرهابي وتهيئة الأجواء نحو حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وتوفير الحياة الكريمة لنحو 300 ألف مواطن يعيشون في مخيمات اللاجئين في مدن كردستان